بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أبنائي طلاب الصف السابع ودرس جديد من دروس العلوم العامة وعنوان درس اليوم الخواص الفيزيائية الفلزات الجزء الثاني في البداية أبنائي إلى أهداف الدرس في نهاية هذا الدرس لابد أن يكون الطالب قادرا على أن يستنتج خاصية التوصيل الكهربائي للفلزات واللافلزات ويستنتج خاصية التوصيل الحراري للفلزات واللافلزات وأخيرا يقارن بين الفلزات واللافلزات نبدأ أبنائي بالتوصيل الكهربائي الفلزات أبنائي موصل جيد للكهرباء لأنها تسمح بانتقال الشحنات الكهربائية أو التيار الكهربائي من خلالها وتتفاوت قدرة الفلزات على التوصيل لذلك يستخدم النحاس بدلا من الحديد في صناعة أسلاك الكهرباء لاحظ هنا هذه الأسلاك الموصلة للكهرباء في المدن هذه الأسلاك تصنع من فلز النحاس لأن له قدرة عالية على توصيل الطيار الكهربائي أكثر من الحديد لذلك يستخدم في أسلاك الكهرباء اللافلزات أبنائي لا تسمح بانتقال الشحنات الكهربائية أو التيار الكهربائي من خلالها فهي رضيئة التوصيل للتيار الكهربائي مع هذا الجرافيت وهو أحد صور الكربون هذا هو الجرافيت أبنائي يوجد داخل القلم الرصاص وهذا الجرافيت أيضا يوجد داخل البطارية الجافة هذه البطارية تحتوي داخلها على ساق من هذا الجرافيت الموصل للتيار الكهربائي التوصيل الحراري الفلزات أبنائي تتميز بقدرتها على التوصيل الحراري وتختلف قدرتها على التوصيل الحراري من فلزة إلى آق لذلك يستخدم الألمونيوم في صناعة أواني الطهي هذا هو قدر من الألمونيوم يستخدم كآنية للطهي تعالوا نفكر مع بعض لماذا تستخدم الملاعق الخشبية لتحريك الطعام على النار أحسنتم لأن الخشب أبنائي مادة رديئة للتوصيل الحراري تعالوا الآن أبنائي لمقارنة بين الفلزات واللافلزات هذا هو جدول المقارنة ومعا سوف نجري المقارنة سوف أسمع منكم وأكتب وجه المقارنة بين الفلزات واللافلزات من حيث الحالة الفيزيائية أسمع منكم أولا أحسنتم جميعا الفلزات صلبة ما عدا الزئبق هو في الحالة السائلة أما اللافلزات فهي صلبة وسائلة وغازية هل يستطيع أحدكم يذكر لي مثال للافلز صلب؟ أحسنتم لافلز صلب مثل الكبريت وسائل؟ أحسنتم مثل البروم والغاز أحسنتم جميعا مثل الأكسوجين ننتقل أبنائي إلى خاصية أخرى وهي اللامعان أسمع أحدكم يقول الفلزات أحسنت لامعة بينما اللافلزات غير لامعة أو باهتة ننتقل إلى خاصية أخرى وهي قابلية السحب والطرق تذكر فكر مليا أحسنتم جميعا الفلزات أبنائي قابلة للسحب والطرق أي أنه يمكن تشكلها يصنع منها الأسلاك والقدور وما إلى ذلك أما اللافلزات هي غير قابلة للسحب والطرق أي أنه عند الطرق عليها بمطرقة فأنها تتهشم وغير قابلة للتشكل ننتقل إلى التوصيل الكهربي أسمعكم تفكرون أحسنتم الفلزات جيدة التوصيل الكهرباء لذلك يصنع منها أسمع أحدكم يقول أحسنت أسلاك الكهرباء لأنها توصل الكهرباء أما اللافلزات هي رضيئة التوصيل الكهربي ما عدا الجرافيت إذن أبنائي اللافلز الوحيد الذي يوصل الطيار الكهربي هو من؟ الجرافيت التوصيل الحراري أسمعكم ما شاء الله الفلزات جيدة للتوصيل الحرارة لذلك نصنع منها قدور الطهي في المنزل أحسنتم أما اللافلزات فهي رضيئة التوصيل للحرارة ننتقل أبنائي إلى ماذا تعلمنا من هذا الدرس أن الفلزات توصل الطيار الكهربائي على عكس اللافلزات فهي لا توصل الطيار الكهربائي ما عدا الجرافيت فهو موصل جيد أن الفلزات توصل الحرارة أيضا على عكس اللافلزات فهي رضيئة التوصيل للحرارة ننتقل أبنائي إلى التقويم أعلم أنكم متحفزون فهيا معا السؤال الأول يقول أي من الصفات الآتية تتميز بها الفلزات هل هي جيدة للتوصيل للطيار الكهربائي أم أنها رضيئة للتوصيل للطيار الكهربائي أم أنها غير قابلة للسحب والطرق أم أنها غير لامعة أو باهتة أحسنتم أسمى أحدكم يقول الإجابة الصعيعة وهي جيدة للتوصيل التيار الكهربائي أي من الصفات الآتية تتميز بها اللافلزات جيدة التوصيل للطيار الكهربائي أم أنها رضيئة للتوصيل للطيار الكهربائي أم أنها قابلة للسحب والطرق أم أنها لامعة ولها بريق أسمع أحدكم يقول أحسنت رضيئة التوصيل للطيار الكهربائي ننتقل إلى السؤال الثالث لماذا تستخدم الفلزات في صناعة أسلاك الكهربائي؟ ذكرناها أثناء الشرح تعالوا لنرى الاختيارات لأنها مواد صلبة أم لأنها لامعة أم لأنها جيدة للتوصيل للطيار الكهربائي أم لأنها جيدة للتوصيل للحرارة؟ لاحظ عزيز الطالب هنا الخاصية نريدها في صناعة أسلاك الكهربائي إذن الإجابة أحسنتم جميعا جيدة للتوصيل للكهربائي ننتقل إلى السؤال الرابع أي من المواد التالية يوصل الطيار الكهربائي؟ هل هو الكبريت؟ أم اليود؟ أم الجرافيت؟ أم البروم؟ لاحظ عزيز الطالب أن جميع الاختيارات هي لافل الزات ولكن يوجد لافل الزوحيد يستطيع أن يوصل الطيار الكهربائي أسمعكم جميعا أحسنتم هو الجرافيت الإجابة الصحيحة ننتقل إلى السؤال الخامس ما الخاصية التي يقصد بها مدى قابلية الفلز لانتقال الشحنات الكهربائية خلاله؟ هل هي خاصية التوصيل الحراري؟ أم قابلية السحب؟ أم قابلية التشكل؟ أم التوصيل الكهربائي؟ أسمعكم جميعا أحسنتم جميعا الإجابة هي التوصيل الكهربائي السؤال السادس اذكر ثلاثة من الخصائص الفيزيائية لللافل الزات عددنا أبنائي خصائص كثير لللافل الزات إذا منها توجد في ثلاث حالات صلبة وسائلة وغازية غير قابلة للسحب والطرق وأخيرا رضيئة التوصيل الحراري تذكر عزيز الطالب الزهاب إلى التعليم الإلكتروني بعد مشاهدة الفيديو يرجى الانتقال إلى تطبيق مايكروسوفت تيمز ومن ثم الدخول إلى الواجبات لحل الواجب الإلكتروني خلال 24 ساعة حيث سيبقى واجب الحصة فقط 24 ساعة إلى هنا تنتهي أبنائي حلقة اليوم على وعد بلقاء مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته